الشرطة الفيدرالية الألمانية تعتقل ثلاثة لاجئين سوريين في منطقة شليسفيك هولشتاين شمالي ألمانيا للإشتباه في انتمائهم إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية عملية الاعتقال جاءت بعد مداهمة قوات الأمن لمنازل المشتبه بهم الليلة الماضية إذر تحقيقات أظهرت ارتباطهم باعتداءات باريس في تشرين الثاني نوفمبر الماضي وأضافت النيابة بأن دخول المشتبه بهم إلى ألمانيا في تشرين الثاني نوفمبر المنصر في إطار موجة اللاجئين التي شهدتها البلاد كان بأمر من التنظيم لتنفيذ مهمة أو انتظار التعليمات التحقيقات تكشف عن وجود روابط مع منفذي اعتداءات باريس المعلومات تؤكد كذلك أن وثائق الصفر المستعملة والتي ضبطت بحوزة المشتبه بهم زورت في نفس المكان وفي نفس الوقت يقول وزير الداخلية الألمانية وتشتبه الشرطة في أن أحد المعتقلين كان قد التحق بالتنظيم المتشدد في أيلول سبتمبر 2015 حيث خضع لتدريب قصير على استخدام السلاح في الرقة مع قل التنظيم في شمال سوريا وكانت ألمانيا قد استهدفت في تموز يوليو الماضي باعتداءين نفذهما لاجئان وتبنهما تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية